بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن والفناني قرر الفنان أحمد حلمي الحصول على أجهزة طويلة من المشاركة في الأعمال الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما حيث قرر التفرغ لمتابعة مشاريع التجارية إلا أسسها قبل سنوات ما بين مطاعم خاصة ومشاريع أخرى لحين عودته مجددا لاستقناف نشاطه الفن وقالت مصادر أن أحمد حلمي اتخذ قرار نهايي بالحصول على فترة راحة طويلة خاصة بعد التراجع الشديد لأعماله السينمائية في شباك التزاكر بداية من فيلم لفه ودوران وحتى فيلم خيال مقاته واللي شارك به في الموسم السينمائي بعيد الأطحى ولم يحقق المأمول منه في شباك التزاكر وأضافت المصادر أن حلمي قرر إعادة حساباته من جديد حيث رفض مؤخرا عرض من أحدى شركات الإنتاج للتعاقد على بطولة عمل ديرامي يخوط به المنافسة الرمضانية لعام 2020 بالإضافة لعمل سينمائي أيضا لموسم عيد الفطر المقبل على أن يخفت حلمي أجره لكن حلمي اعتذر عن العرضين واعتذر عن عرض آخر للمشاركة في موسم الرياض اللي بيشارك بيه عدد من نجوم الفن داخل مصر وخارجها حلمي قرر الدخول في معسجر مغلق خلال الفترة المقبلة للحصول على نص جيد للعودة للجمهور في 2021 وقرر التركيز على الدخول كشريك في عدد من الأعمال اللي بتنتجها المنصات الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر